انسحاب فوضوي هكذا وصفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس 2021 من أفغانستان ملقية اللومة على الرئيس السابقي دونالد ترومب لفشله في التخطيط للانسحاب المتفق عليه مع طالبان ملخص الإدارة الأمريكية من 12 صفحة مأخوذ من مراجعات سرية لوزارتيا الخارجية والدفاع وأحيلت إلى الكونغرس يحمل الملخص بعض المسؤولية عن فوضى عملية الانسحاب الإجلاء على تقييمات مخابرتية وعسكرية أمريكية فشلت في التنبؤ بسرعة سيطرة طالبان على السلطة مع توقعات بأن تسيطر قوات الأمن الأفغانية على كابل جاء في ملخص المراجعات أن خيارات بايدن بشأن كيفية تنفيذ الانسحاب من أفغانستان كانت مقيدة بشدة بالظروف التي خلقها سلفه ترومب حيث لم تقدم الإدارة السابقة أي خطط لكيفية إجراء الانسحاب النهائي أو إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان كما تضمن الملخص إلغاء إدارة ترومب أنذاك خدمات دعم اللاجئين وإيقاف معالجة تأشيرات الهجرة الخاصة بألاف الأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي دافع عن قرار بايدن بالانسحاب وشدد على العمل الذي قامت به الإدارة بمجرد توليها منصبها قاد الرئيس بايدن عملية صنع قرار مدروسة وصارمة وشاملة ركز بشدة على الحاجة للتخطيط السليم في الواقع وجه الرئيس بايدن كبار قادة الأمن القومي لديه للبدء في التخطيط للانسحاب حتى قبل أن يتخذ القرار النهائي بمغادرة أفغانستان الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل مكول انتقد الإدارة الأمريكية بشدة قائلا إن بايدن أمر بالانسحاب وبالتالي مسؤولا عن الأخفاقات الهائلة في التخطيط والتنفيذ للانسحاب الذي أنهى أطول حرب أمريكية رشخيات العربية لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر